كلما حضر سبتمبر حضرت في وعي النخب والجماهير مضامين عديدة من بينها القيم الشعبية العليا من الثورة إلى المقاومة إلى الإرادة الشعبية إلى الحرية والهوية وتحضر أيضا مكابدات الجمهورية وتراكماتها لم تكن الجمهورية في اليمن مفردة بسيطة أو نتيجة جاءت على طبق من ذهب لكنها بثاق من وجدان وأعماق الذين وضعوا الأهداف والرؤى والخطاط وقبل ذلك وضعوا أرواحهم على أكفهم في سبيل رفعة الشعب وتطلعاته الكبيرة التحرير في اليمن امتداد لذلك النهج السبتمبري فعندما حضرت الميليشيا غابت الدولة وعندما غابت الدولة غابت الجمهورية وغاب الشعب وغابت الأحزاب ودخل اليمن حالة من الغياب القسر المرير ومن هنا بدأت معركة التحرير الأحزاب السياسية لم تكن بمعزل عن تفاعلات اللحظة اليمنية الراهنة كانت ملتصقة باللحظة اليمنية ويعدها مراقبون جزءا من تعثر المشروع الوطني والدولة اليمنية الحديثة التي كانت العملية الحزبية رافعتها السياسية اللقاء المشترك أحد الروافع السياسية التي رفعت مطالب إصلاح النظام الجمهوري وانخرط في الثورة والمقاومة لكنهم فرط عقده ولم يعد ذلك الحامل السياسي المتماسك على الرغم من التوحد السياسي خلف لافتة سبتمبر والجمهورية والشرعية يرى مراقبون أن ذلك التعثر السياسي سببه غياب الرؤية الموحدة للأحزاب السياسية تجاه استعادة الدولة وكذا غياب ميثاق شرف عمل سياسي جمهوريا يؤجل الخلافات الجزئية إلى مرحلة ما بعد إسقاط الإنقلاب واستعادة الدولة أسباب كثيرة يعدها متابعون سببا رئيسيا للفجوة الهائلة التي تتسع كل يوم بين مكونات العمل السياسي المؤمنة بالجمهورية كنظام حق وهذا بدوره خلق حالة من الانقسام السياسي والتراجع إلى مربع النكاية والتغافر عن خطر الميليشيا علاقة الأحزاب بالشرعية وعلاقة الأحزاب بالتحالف إحدى الإشكاليات التي تشغل بالرأي العام وأنصار الأحزاب ذاتها خصوصا أن الأحزاب تتسابق لكسب ود أطراف التحالف على حساب القضية اليمنية التي لم تعد ضمن أجندة التحالف اشتركوا في القناة